أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فنتناول اليوم أعزائي الطلبة نصاً أدبياً نحاول من خلال دراسته أن نتعرف على نموذج من الشعر الفلسطيني هذا النص الأدبي هو حالة حصار للشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش اخترناه لكم من المحور الخامس المعنون ب نكبة فلسطين في الشعر الأهداف التي نتوخى تحقيقها من خلال دراستنا لهذا النص هي التعرف على نموذج من شعر القضية الفلسطينية التعرف على مواقف الشعراء الفلسطينيين من القضية الفلسطينية وكذلك استنتاج ملامح التجديد في الشعر الفلسطيني قبل أن نشرع في هذه الدراسة نود أن نتعرف على الشاعر محمود درويش فمن هو محمود درويش شاعر فلسطيني أولد عام 1941 للميلاد في قرية البروة بعكا وصل دراسته الثانوية في كفر ياسين أعمل في الصحافة في العديد من البلدان العربية حصل على عدة جوائز وأوسمة عربية عالمية ترجمت أعماله إلى أهم اللغات الحية توفي في التاسع من أوت عام 2008 للميلاد من دواوينه عاشق من فلسطين وحصار لمدائح البحر تقديم النص قد يعبر كل عربي عن قضية فلسطين ويبدع ولكن من ذا الذي يعبر عنها أفضل من أبنائها الذين عايشوا مأساتها بعمق والنص الذي بين أيدينا دليل على ذلك نقرأ النص يقول محمود درويش هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نرب الأمل بلاد على أهبة الفجر سرنا أقل ذكاء لأننا نحملق في ساعة النصر لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية أعداؤنا يصهرون وأعداؤنا يشعلون لنا النور في حلكة الأقضية هنا بعد أشعار أيوب لم ننتظر أحدا سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي السماء رصاصية في الضحى برتقالية في الليالي وأما القلوب فظلت حيادية مثل ورد السياج هنا لا أنا هنا يتذكر آدم سلصاله يقول على هافة الموت لم يبق بي موطئ للخسارة حر أنا قرب حريتي وغدي في يدي سوف أدخل عما قليل حياتي وأولد حرا بلا أبوين وأختار لسمي حروفا من اللازورد في الحصار تكون الحياة هي الوقت بين تذكر أولها ونسيان آخرها هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله ننسى الألم الألم هو أن لا تعلق سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم لا صدا هميري لشيء هنا فالأساطير تطرق أبوابنا حين نحتاجها لا صدا هميري لشيء هنا جنرال واشربوا معنا القهوة العربية فقد تشعرون أنكم بشر مثلنا أيها الواقفون على عتبات البيوت أخرجوا من صباحاتنا نطمئن إلى أننا بشر مثلكم نجد الوقت للتسلية نلعب الرنرد أو نتصفح أخبارنا في جرائد أمس الجريح ونقرأ زاوية الحظ في عام ألفين واثنين تبتسم الكاميرا لمواليد برج الحصار كلما جاءني الأمس قلت له ليس موعدنا اليوم فلتبتعد وتعال غدا أفكر من دون جدوى بماذا يفكر من هو مثلي هناك على قمة التل منذ ثلاثة آلاف عام وفي هذه اللحظة العابرة فتوجعني الخاطرة وتنتعش الذاكرة الآن عزيزي الطالب ننتقل إلى إثراء رصيدنا اللغوي من خلال استهماعك لهذه القصيدة لا شك أنه قد مرت على سمعك كلمات تريد شرحها أو تريد فهم معناها مثلا أيوب وهو من أنبياء الله الصالحين يضرب به المثل في الصبر هوميري نسبة إلى هوميروس الشاعر الإغريقي القديم صاحب الإلياذة طروادة مدينة تركية قديمة اشتبك أهلها في حروب مع اليونان تغنى بها هوميروس في إلياذته في الحقل المعجمي السؤال عين الألفاظ التي تدل على الألم والمعاناة من الألفاظ دالة على الألم والمعاناة الحصار رصاصية أيوب توجعني الجريح حلكة أقبية السجناء الغروب كذلك الآن ننتقل إلى الحقل الدلالي هكذا السؤال ما المعاني التي تفيدها كلمة الخاطرة نقول الخاطرة جمعها خواطر وهي ما يخطر بالقلب من أمر أو تدبير وتطلق مجازاً على النفس والقلب فنقول جالت أفكاري في خاطري أو جاش شهري في خاطر بعد هذا ننتقل إلى مرحلة اكتشاف معطيات النص سؤال أول في هذه المرحلة هو الآتي ما الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من خلال النص يعيش الشعب الفلسطيني حصاراً نفسياً ومادياً بسبب اليهود الذين ضيقوا عليهم الحياة وسبل العيش بقوة الحديد والنار إليك السؤال الثاني إلى أي حد وصلت معاناة الفلسطيني من خلال النص وصلت معاناة هذا الشعب إلى حد أن سيدة البيت لا تستطيع أن تعلق حبل الغسيل صباحاً السؤال الثالث في هذه المرحلة يدعو الشاعر إلى الثورة عين بعض العبارات الدالة على ذلك من العبارات الدالة على دعوة الشاعر للثورة على العدو المحتل غدي في يدي سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أهداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي كذلك سوف أدخل عما قريب حياتي السؤال الرابع من يقصد الشاعر بقوله الواقفين على العتبات وإلى ما يدعوهم المقصود بالواقفين على العتبات المحتل الصهيوني ويدعوهم إلى العيش بسلام معهم أو مغادرة بلادهم وتركهم يعيشون في سلام الآن عزيزي الطالب ننتقل إلى مرحلة أخرى هي مناقشة موطيات النص والسؤال الأول فيها هو بما يوحي عنوان هذه القصيدة وهل تجد له صدا داخل النص الجواب يوحي العنوان بالمعاناة الشديدة والضيق والضنك وهذا بالفعل ما يكابده الفلسطينيون إن على المستوى النفسي أو على المستوى المادي وهذه المعاناة تتبدى تقريبا في كامل مقاطع القصيدة السؤال الثاني في هذه المرحلة هل اعتبر الشاعر الأمل في النصر ميزة أم عيبا؟ وضح ذلك مع إبداء رأيك الأمل بالنصر ميزة ولكن في السياق الذي ورد فيه في النص صار عيبا فقد أصبح هؤلاء الفلسطينيون يفكرون في الأمل بالنصر أكثر مما يعملون له السؤال الثالث في هذه المرحلة هو لماذا وظف الشاعر شخص آدم في النص؟ علل لقد ذكر الشاعر لفظ الخسارة بعد أن ذكر آدم وهذا يذكرنا بخسارة آدم لجنته ثم خسارة الفلسطيني لبلده فهو الإبن الذي خسر جنة الأرض وريث الأب الذي خسر جنته في بدء الخليقة السؤال الرابع ما هي الرموز الأخرى التي وظفها وما دلالتها من الرموز الأخرى التي وظفها أيوب ويرمز به للصبر هو ميري وهو رمز أدبي يدل على أن تحرير الأرض لا يتم إلا بالجد والتخطيط والعمل الدؤوب فعصر الأساطير والمعجزات قد ولى إلى غير رجعة سؤال الخامس والأخير في هذه المرحلة هو دل من النص على العبارات التي تبين أن الفلسطينية ترك لوحده في مواجهة عدوه العبارات الدال على أن الفلسطينية ترك لوحده في مواجهة عدوه هي لم ننتظر أحدا وأما القلوب فظلت حيادية مثل ورد السياج الآن عزيزي الطالب ننتقل إلى مرحلة تحديد بناء النص والسؤال الأول في هذه المرحلة هو ما الصفات التي نعت بها الشاعر المحتلة وما موقفه من ذلك الصفات التي نعت بها الشاعر المحتلة هي أنه عدو للشعب الفلسطيني وأنه مجرم قاتل يعذبهم بالسجن والحصار ويستعين في ذلك بالمدافع والدبابات أما موقفه فهو واضح يكره الاستعمار إذ هو عدو يتمنى له يتمنى لو خرج من حياتهم السؤال الثاني هل اعتمد الشاعر وصف الأحوال أم سرد الأحداث؟ وضح نجيب اعتمد الشاعر على وصف أحوال الناس لا سرد الأحداث لأنه قدم صورة عن واقع الفلسطينيين وحصار العدو لهم كما قدم صورة عن أحاسيسه ومواقفه فمن الوصف قوله لا تعلق سيدة البيت حبل الغسيل بساتين مقطوعة الظل بلاد على أهبة الفجر صرنا أقل ذكاء توجعني الذاكرة وكذلك بماذا يفكر من هو مثلي الآن السؤال الثالث والأخير في مرحلة تحديد بناء النص ما النمط الغالب على النص؟ وما دليلك على ذلك؟ النمط الغالب على النص هو الوصفي والدليل على ذلك هو ورود النعوت والأفعال المضارعة والتصوير المأساة والإهانة تحت الحصار الإسرائيلي والناس في الأقلية والمرأة التي لا تستطيع أن تعلق حبل الغسيلة عزيز الطالب ننتقل إلى مرحلة تفحص الاتساق والانسجام في النص السؤال الأول إن طلق الشاعر من الضمير نحن في التعبير عن مأساة فلسطين ما دلالة ذلك؟ يدل على وطنيته وإخلاصه لبني قومه وظف الشاعر بعض الرموز الأدبية الشهيرة ما هي؟ وما تضيفه إلى معاني النص؟ من الرموز الأدبية الشهيرة الواردة في النص طروادة وهوميروس وقد أضافت معاني أخرى للنص تتمثل في كون طروادة مدينة صمدت أمام أعتى قوة في ذلك العصر وهي الجيش الإغريقي وهكذا ستصمد فلسطين أمام الجيش الصهيوني إلى أن تتحرر بإذن الله هل ترى علاقة بين مقاطع هذه القصيدة؟ نعم معاني القصيدة منسجمة فمن بدايتها إلى نهايتها موضوعها واحد هو معاناة شعب فلسطين وبعض تفاصيل هذه المعاناة إن على المستوى النفسي أو على المستوى المادي أخيرا نجمل القول في تقدير النص إليك هذا السؤال ما الهدف الذي يرمي إليه الشاعر في النص؟ الهدف الذي يرمي إليه الشاعر من خلال النص هو كشف طبيعة المحتل ولفت أنظار الرأي العالمي لمعاناة الشعب الفلسطيني مع بعث الروح الوطنية والنزع القومية في نفسية الشعب العربي عامة والفلسطيني خاصة سؤال الثاني والأخير ما أبرز قيمة في النص؟ وهل هناك قيم أخرى؟ القيمة السياسية هي أبرز قيمة في النص لكنه لا يخل من القيم الأخرى خاصة القيمة الاجتماعية فهو يصور بعمق مأساة الفلسطيني من خلال صور بيانية جميلة من مثل يتذكر آدم سلصاله وكذلك أولد حراً للا أبوين وكذلك قوله أعداؤنا يشعلون لنا النور ومن خلال تعادير بسيطة التركيب عميقة المعنى مثل الألم هو أن لا تعلق سيدة البيت حبل الغسيل صباحاً وأن تكتفي بنظافة هذا العلم هذه المعاناة شبه الأزلية التي جعلت من نفسية الشاعر قريبة إلى الاكتئاب فمسحة الحزن والأسى بادية في جل عباراته مثل بماذا يفكر من هو مثلي منذ ثلاثة آلاف عام فتوجعني الخاطرة الآن عزيزي الطالب بعد أن تناولنا هذا النص بالدراسة والتطرق إلى تلك المراحل التي مرت معنا سنستثمره في مجال القواعد بالضبط في درس إعرابي المسند والمسند إليه الأهداف التعلمية المرجو تحقيقها من هذا الدرس هي التعرف على المسند والمسند إليه كذلك التعرف على أنواع المسند والمسند إليه الآن نتأمل ونلاحظ ورد في النص السماء رصاصية وكذلك ورد في النص يتذكر آدم السؤال الأول ما الذي أسند إلى المبتدأ في الجملة الأولى؟ رصاصية أسندت إلى السماء أي أسند الخبر إلى المبتدأ فنقول المبتدأ مسند إليه والخبر مسند ونستطيع القول السماء محكوم عليه ورصاصية محكوم به أي حكمنا على السماء بأنها رصاصية ما الذي أسند إلى الفاعل في الجملة الثانية؟ في جملة يتذكر آدم نقول يتذكر وهو فعل أسند إلى آدم وهو فاعل أي أسند الفعل إلى الفاعل ونستطيع القول أننا حكمنا على آدم بالتذكر وآدم محكوم عليه والفعل يتذكر يتذكر محكوم به سؤال آخر أو الثالث أذكر أنواع المسند في اللغة العربية المسند في الجملة أي المحكوم به أو المخبر به هو أولا الفعل التام في مثل قولنا دخل الطالب دخل هنا هو المسند كذلك اسم الفعل في قولنا رويدك لا يخدعنك الربيع اسم الفعل هنا رويدك وهو المسند كذلك في قول كذلك المصدر النائب عن فعله مثل إحسانا إلى الوالدين المصدر النائب عن فعله هنا إحسانا رابعا خبر المبتدأ مثل المجتهد ناجح إذا ناجح أسندناه إلى المجتهد أسندنا الخبر إلى المبتدأ ما أصله خبر خبر المبتدأ وهذا نجده في ألف في كان وأخواتها مثل كان الولد مريضا وهنا المسند مريضا با في إن وأخواتها مثل إن الشاعر مبدع مبدع هنا هو المسند وكذلك المفعول الثاني لظن وأخواتها في مثل ظن المسافر القطار متأخرا متأخرا هي المسند هنا الآن إليك هذا السؤال حتى نتعرف على المسند إليه أذكر أنواع المسند إليه في الجملة العربية المسند إليه في الجملة أي المحكوم عليه المسند إليه في الجملة أي المحكوم عليه أو المخبر عنه وهو أولا المبتدأ الذي له خبر مثل المجتهد ناجح ثانيا نائب الفاعل في مثل قولنا وضع الكتاب الكتاب هنا مسند إليه ما أصله مبتدأ وهذا في اسم إنا وأخواتها في مثل إن الشاعر مبدع الشاعر مسند إليه وكذلك في مثل وكذلك في اسم كان وأخواتها في مثل كان الولد مريضا الولد هو المسند إليه والمفعول الأول لظن وأخواتها في مثل ظن المسافر القطارة متأخرا المسند إليه هنا هو القطارة أخيرا نستنتج خلاصة هذا الدرس درس المسند والمسند إليه فنقول تقوم الجملة العربية على مكونين أساسيين لا يغني واحد منهما عن الآخر وهما المسند والمسند إليه والمسند هو المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليه وفي الجملة الإسمية المسند هو الخبر والمسند إليه هو المبتدأ وفي الجملة الفعلية الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه الآن عزيزي الطالب بعد أن أتممنا خلاصة هذا الدرس إليك هذا التطبيق الخفيف لتشبت به معلوماتك بين فيما يأتي المسند ثم أعربه أولا الجو جميل ثانيا بات المريض يتألم ثالثا ظننت الدواء نافعا رابعا كتبت درس عزيزي الطالب ننتقل إلى استثمار هذا النص الذي مر معنا في مجال لغوي آخر هو نشاط العروض موضوع الدرس المتقارب في الشعال الحر الأهداف المتوخة تحقيقها بعد دراستنا لهذا الدرس هي التعرف على تفعيلة المتقارب في الشعال الحر اكتشاف جوازات تفعيلة المتقارب التعرف على خاصية التدوير في الشعال الحر وأخيرا تحليل بعض النماذج من الشعر الحر نتأمل ونلاحظ معا ما قاله الشاعر في نصه بلاد على أهبة الفجر سرنا أقل ذكاء لأننا نحملق في ساعة النصر لا ليل في ليلة المتلألئ بالمدفاية سؤال أول حل الأسطر الشعرية السابقة تحليلا عروضيا فعلى ما تحصل؟ بعد التحليل العروضي نحصل على ما يأتي بلاد فعول علاءه فعول بتي الفج فعول ثم حرف ري لوحده لأننا أمام سطر شعري ري بمعنى فا إذن جزء من التفعيلة في السطر والجزء المتبقي منها في السطر الذي يليه في السطر الموالي سرنا عول أقل فعول ذكاء فعول ثم السطر الثالث لأننا فعول نحملي فعول قفيسا فعول عاتي الناس فعول ثم الحرف ري لماذا؟ لأن تفعيلة مقسومة نصفها أو بعضها المتبقي في السطر الموالي وهو لا لي عول لا سي لي فعول لنا الم فعول تلألي فعول إبل مد فعول سعية فعول تي س إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن البحر الشعية هو المتقارب ومفتاح هذا البحر عند الخليل بن أحمد الفراهيد هو عن المتقارب قال الخليل فعول 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 ما هي التغييرات التي طرأت على هذا البحر وعلى تفعيلاته في الأسطر السابقة؟ نلاحظ أن عدد التفعيلات في الأسطر غير متساوين التفعيلة فعول في السطر الأول والثالث والرابع بعضها في السطر وبعضها الآخر في السطر الذي يليه وهذا ما يسمى بالتدوير التفعيلة فعول أصبحت فعول ما هي الخلاصة التي تستنتجها؟ خلاصة الدرس هي نظام المتقارب عند الخليل بن أحمد الفراهيد يضبطه المفتاح عن المتقارب قال الخليل فعول 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 أما في الشعر الحر فهناك تحرر تام من عدد التفعيلات وحتى التفعيل الواحدة قد يكون جزء منها في سطر والجزء الآخر في السطر الذي يليه قلنا يسمى هذا بالتدوير كذلك قد تطرأ على تفعيلة فعول بعض التغييرات فتصير فعول أو فعو أو فعول أخيرا لتشبت معلوماتك التي تلقيتها في هذا النشاط اللغوي اكتب ما يأتي كتابة عرضية ثم ضع التفعيلات المناسبة إليك هذه الأسطر الشعرية الآتية يقول الشعر نعيش معك نسير معك نجوع معك وحين تموت نحاول أن وحين تموت نحاول أن لا نموت معك وهكذا حزيزي الطالب بهذا النشاط نكون قد أنهينا دراسة النص وأنشطته نرجو لك فائدة كبيرة ومتعة وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر